مقر حزب الاستقلال يشهد حالياً اجتماعاً حاسماً للمجلس الوطني بعد ارتفاع أصوات من الحزب بالانسحاب من الحكومة في ظل انتقادات أمين العام لأدائها خيادة الحزب امتنعت قبل انطلاق الأشغال عن تحديد موقف واضح من الانسحاب من عدمه في اللحظة فاش كانت تكلم معك محناش حارفين شنو غادي يخرج من النقاش لأساسي وخاصة المناقشة دي للخطاب السياسي دي للأمين العام واللجنة نفيذية غادي نشوفوا التوجه العام دي اللي نقاش فيه نماشي واندك سوف نأخذ القرار الذي يناسب والذي يتماشى مع ما تطلبه الأغلبية الحضرة في المجلس الوطني اليوم المغرب غادي في واحد المنعطف وخصوصاً في ميغس ميزانيته احنا نبهنا الى ذلك 2012 نوفمبر في المناقشة بسرع قانون المالية 2013 وقلنا الكارثة ستحصل عن طريق الرابطة الاقتصادية اخادي الدويري ركز في عدة لقاءات وقال سنصل الازمة ولكن الادال لم تكن ساغية الحكومة ووصلنا الازمة اليوم تنقل مهات طريقة لحل الازمة ولكن هذه حكومة لتأزيم الازمات احنا لا يمكن ان نستمر في هذا الوضع الغموض يلف ايضاً طبيعة الطيار الغالب بين المؤيدين للانسحاب والداعين الى البقاء في الحكومة قيادة حزب الاستقلال امتنعت عن اعطاء اي معلومات حول عدد التوقعات في انتظار جلائي المواقف الحركية اللي انطلقات منذ ثلاثة ايام اليوم تتوجه انه جميع المناضلين والمناضلات يمشون في الاتجاه لانه فعلاً افتجاه انسحاب من الحكومة لانه غالب المبادرات والحركية اللي قام بها الحزب ما استجف مع هالطرف الاخر داخل كاي تنظيم كانت سيارات طبعاً حالي عندها وجهت نظر لكن هات سيارات واشخ اخذت الامر بجدية او لان دفاعية انا مبررتي نبع من اجتماع المجلس الوطني الذي قرر مشاركة بالحكومة مع استمرارية طبعاً حال الى ان نحقق ما التزمنا به وبتعب بالذات البلاد ليس في حاجة الهزة اجتماع المجلس الوطني لحزب الاستقلال وهو بمثابة برلمان الحزب وعدد اعضائه نحو الف شخص ينتظر ان يعرف نقاشات حادة في موضوع ساخن مثل انسحاب الحزب من الحكومة رغم ان هذه النقطة غير مدرجة اساساً في جدول اعماله ومن المقر المركزي لحزب الاستقلال ينضم الينا عبد الحفيد المنور عبد الحفيد كيف هي الاجواء العامة بشأن الاستمرار والانسحاب من الحكومة عبد الحفيد نعم جد فاذكر بان اجتماع الثالث للمجلس الوطني انطلق على الساعة العشرة وخمسين دقيقة الان بعد كلمة الامين العام حميد الشباط والتقرير السياسي للجنة التنفيذية فتح النقاش وتم تقديم عرضين بعد ذلك فتح النقاش هناك حوالي ستين شخصا يتدخلون الآن ابرز ما في الامر هو تأكيد جلهم على ان الانسحاب بات ضرورة حتمية ومن العار الاستمرار في الحكومة الحالية دعني ارجع الى كلمة شباطة التي اكد فيها ولمدة ساعة تقريبا على كون العمل الحكومي يغيب فيه الانسجام ليست هناك ان عبدالله بن كيران يشتغل بشكل احادي هناك تغيب المشاورات فيما بين الاحزاب الممثلة الاغلبية الى غير ذلك فخلال هذه الساعة وكلمة الامين العام كانت هناك القاعة التي خلفي تهتز على وقع شعارات تختلف عبارتها لكن تجمع على ضرورة الانسحاب الفوري من الحكومة طبعا المداخلات التي استمعت لبعضها قبل قليل كلها تجمع على كون ان الانسحاب بات ضرورة لكن الانسحاب والتعبير عن الانسحاب لا يكفي اذ ضروري ان يخرج هذا المجلس في هذه الدورة ببيان ختامي يؤكد مسألة الاستمرار في العمل الحكومي من عدمه فالى ان وثيقة هناك توقعاته بشأنها بلغت توقعات ستمائة شخص مع الانسحاب من الحكومة جاد عبد الحفيظ المنور كنت معنا مباشرة من المقر المركزي لحزب الاستقلال بالرباط